اول ما دخلت النادي الاهلي مع مانو الجزيه لعبت على طول ولا حطك في التلاجة شوية لا 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 كانت خنائة خنائة اه طبعا مش كيلة البيئة كمان هو شايف يعني ده كان قرار مجلس ادارة هو شايف ان اللعب مش احسن حاجة بالنسبة مجلس ادارة هو اللي اختارك وعن طريق جزيه ولا قبل هو ما يجي قبل ما هو يجي وجي لقاك بالضبط كده فهو شايف بص على اللعبه كلها فشايف ان انا عملنا فترة اعداد في برتغال طالعنا من كاس علعم على برتغال على طول فهو بالموضوع هو هو طريقته عنيفة شوية وانا بحبش كده ما كانش مقتنع في الاول اه فالمهم انت بينزل يتمرن مع الناشئين حصل موقف من لا لا خالص ما فيش ما عملش موقف انا عمري ما تخنيته محد انت لعيب كورة انا لعيب كورة بس اه حتى في الان وانا مدرب دلوقتي انا 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 اتكلم عليه اه انا بقولك انا حتى الشخصية في كده برضو انت رئيس نادي وانا مدير فني شكرا انت لك سلطات وانا لقى سلطات انت مش عايزني في المكان شكرا سلام عليكم قالك ينزل يتضرب مع الناشئين قال ينزل يتمرن مع الناشئين انت بقى ايه ما ازعلتش لأ اتضيقت بس انا الا بعده يعني انا ما عنديش وقت اضيعه في اخناء ولا افرض علي ولا اقول لك هنزل تحت هتمرن هتمرن بالضبط نزلت مع كابت نضيق السيد فكابت نضيق السيد طبعا اول ما عدت معاه فمحترم جدا انا بحبه من الموقف اللي مش هنسهله يعني برضو العيب كبير ومدفوع في فرس كتير وحاجة مهمة فقال لي بص انا اعمل اللي انت عايزه انزل الملعب انا عايزك تتبسط اه والله العظيم انت نازل هنا نتكلمه صراح انت نازل مهدود من الكلمة اه هو عارف اللي هو لأ تعالى بقى فوق معاني انتصك بقى اه قال لي بص اللي انت عايزه اعمله انا عايزك تتبسط انا عدت مع كابت نضيق في الفترة دي من احسن فترات حياتي في الكورة في الناشئين كمان الناشئين اه حظنا بقى الكويس كان سنك كم سنة اه 19 يعني تكون ممكن تلها بتاعت 20 سنة انا كنت تحت السنة انا جاي الاهل سنتين تحت السنة اه فلما نزلت كنت برضو بتلعب معه في المسابقة بتاعتنا كنت بقى لعبها في المنصور ايه لعبها برضو تحت فحظ بقى الكويس في الوقت ده إن المسابقة دي كنا بنلعبها في الجزيرة بعد التمريد درجة الاول اه يعني الماتشاط بتاعتنا مكنش بتلاعب في مديد الناس ايو ايو قابل الماتشاط بتاعت الفريق الاول قابلやبعد فكان مستنمان وبيقعد يتفرج على الماتشاط اه وانا اه مكسسر الدنيا انا عايز علعب كرة كويسة والكابتن ضيئ عمل معاك فانا هعمل اقصى حاج عشان خطره مرة فمرة 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 فبدأت الناس في الجمهور بقى لا ايه ده يا راجل ماشي كويسة بلازم يطلع بقى اه بس مانو الجوزين ما يحبش حطة الجمهور يفرض عليه حد ده بقى دي مشكلة ده اخرتني شوية وبعد كده رح واخدني بقى تاني مكانش مقيدنا في افرخيا وقتها فبقيت بقى لعب مع دوري ويلعب يعني يلعب ماتشات افرخيا بناس ويجي في الدوري يلعبنا انا فبدأنا يعني بدأ سنة سنة كده اه دخلت اول اعتبر او ماتش راسمي ليه كان كايزر تشيفز في النهائي السوبر الافريكي ده كان ده بقى ابتديته ومن هنا بقى بدأت الامور بالنسبة لي العلاقة بينه وبينه بقى ده التحسن يعني هو الماتش ده اللي بدأ انت حسيت من جواك النمانو الجوزي بدأ يبلعك اه انا قبلها في اربع خمس ماتشات في الدوري بنبقى مثلا متعدين انزل اعمل ضرب الجزاء انزل اعمل اربع ماتشات او خمس ماتشات او خمس ماتشات او خمس كان بيكلم معاك بقى ساعات الماتشات ده اتو مكنش بتكلم خارج بتكلم لقى كان علاقته بيك ويس ده انا اتخلت امعه مرة في الملعب يعني من حاجات النوادر يعني اه اتخلت معاك اه اه كنا بنعمل تمرين باص يعني الفراو ده بتستلم في ظهري السرد باكات يعني السرد باك في ظهري وانا بستلم بتلف وعجن فهو التمرين معروف يعني الباص هي اكده انت هتنزل خطوتها اش تاخد فكان في الوقت ده كان احمد السيد اللي بيلعب سرد باكات عليك ايوه فكل مرة احما ديروح طالع واخدها مني فهو بيقول لي ازاي انت لازم تقول له لا ازاي اعمل ايه ما هو عارف التمرين يعني ده لو في المنطقة او في الطبيعي هو مش يطلع ياخد من قدامي هو بيطلع ياخد عشان عارف التمرين اه فروح تمزعها بقى وقفاشت يعني فشوية كده قاعد يضحك وبتاع فقالت عائلة وقلت له لا انا انت بتقول لي اعمل كذا وهو رجل عارف التمرين فبيعملها بيرخم علي اه فروح امهد اللعب بقى معي في الوقت ده حسن انت حسيت ان هو ظلمك في فترة القرونية اه طبعا حسيت كده اه طبعا حبي يعوضها لك بعد كده لا ما عوضهاش انا انا فردت نفس عليه انت فردت نفسه اه هو منول الجوزي مش بالشخصيات دي طب انت كنت لعيب كورة اه اشتغلت في التدريب هل مدرب يقدر يبطل لعيب في اي وقت وعاوزه المدرب ولا الرك على اللعيب اللعيب مفيش مدرب هيبقى عنده لعيب يكسبه ويسيبه صعب دي صعب يعني صعب ان انا النهار ده عندي يعني حتة المدرب يحب ويكره اه لا موجودة دي موجودة موجودة طبعا انما لو لعيب يكسبني يا مكراه هلعيب قطره مكراه اه اسلح حتة الكره دي انا بشوفها يعني انا مقدرش اتكلم عليها لان انا الحمد لله ما عنديش حتة كره الاصل اللي بنا ادمين الحمد لله الحياتي عموما يعني ما بعرفش عملك صفاء نفسي اه حتى لو حد ظلمني وانا عارف لو ظلمني في وشي اه ما بعرفش ما بعرفش شكر يعني اتعامل عادي جدا دي نعمة من عند ربيه الحمد لله يعني ما بعنديش الحتة دي خالص امتى بقى حسيت ان جوزيه بقى صافي من ناحيتك كده وبدأ يحطك في المباريات الرسمية الفترة اللي هي بدأ تنزل فيها بقى بغير النتيجة وبعد كده لعبت كالسوبر ده عملت ماتشك ويس قوي وبعد كده لعبت اهل وزمالك ماتش الستة بعد كده نهينا السنة الاسماعيلي وعملت ماتشك ويس قوي الفترة دي